صداء الخير طلابي طلاب الصف السادس رح نكمل بمصادر المياه الغير الاعتيادية بحصة اليوم مبارح حكينا عن مراحل معالجة المياه العادمة اللي هي مياه الصرف الصحي مياه الصرف الصحي اللي بيعالجوها حكينا الأسباب ليش الإنسان لجأ لأنه يعالج مياه الصرف الصحي ويستفيد منها زيادة عدلة السكان زيادة الطلب على المياه وزيادة تعرضها للتلوث المياه اللي موجودة عم تتعرض للتلوث فعشان هيك إحنا بدنا أن نتجه لمياه الصرف الصحي نعمل لها معالجة لحتى نستفيد منها حكينا معالجة المياه الصرف الصحي بتمر بثلاث مراحل الأولى سميناها فيزيائية الثاني سميناها حيوية والثالث سميناها كيميائية فيزيائية لأنها بتعتمد على الكثافة بالبداية اللي كثافته عالية بنغمر واللي كثافته منخفضة يطفو على السطح يزالوا هدول المواد بالمرحلة الثانية المعالجة الحيوية حكينا سميناها حيوية لأنه بدخل هون بمرحلة المعالجة كائن حي اللي هو البكتيريا منضيف البكتيريا لحتى تخلصنا من المواد العضوية الذائبة في الماء خلصتنا من المواد العضوية الذائبة في الماء آخر مرحلة بسموها المرحلة الكيميائية لأنه في هاي المرحلة تفصل المواد الكيميائية السامة اللي موجودة في المياه زائد إنهم بضيفوا مادة الكلور لحتى يعملوا تعقيم للمياه منه بيخلصوا من البكتيريا اللي حطوها بالمرحلة الثانية وبيخلصوا من أي كائن حي دقيق لا يرى بالعين المجرد موجود بالمياه حكينا نهاية أو في كفة ثلاث مراحل هدول بتتكون عندي مادة منسميها مادة الحمأة اللي هي عبارة عن مواد عضوية مادة الحمأة هاي بيجمعوها وبيستفيدوا منها كأسمدة للأشجار الحرجية ظل عنا آخر فقرة مبارح هون ما سطرناها اللي هي بتحكي عن الحمأة هاي اللي بيجمعوها نهاية عملية المعالجة تجفف الحمأة عن طريق أشعة الشمس بحطوها بأشعة الشمس لحتى تجف تروح منها كل المياه تجمع بعد ذلك وتعد سمادا عضويا يستخدم لتخصيم الأراضي المزروعة بالأشجار الحرجية طبقا لتعليمات البيئة والصحة إذن أنا استفدت من مراحل معالجة المياه العادمة بشغلتين استفدت أني حصلت على مياه بدر أستفيد منها ممكن للزراعة وممكن لاستخدامات المنزلية وبنفس الوقت استفدت أني جماعة أسمدة ممكن أستخدمها أنا للأشجار الحرجية كان مطلوب منكم هذا مبارح كمواجب رح نحله هلا مع بعض مصادر المياه العادمة اللي هي مصادر أو مياه الصرف الصحي الصرف الصحي المراحل التي تتم فيها كل من العمليات الآتية تخلص من المواد الكبيرة مثل الحجارة والبلاستيك أكيد هاي المرحلة الأولى أو المرحلة الفيزيائية بتخلصه من المواد غير الذائبة إضافة الكلور لتعقيم المياه هاي المرحلة الثالثة أو المرحلة الكيميائية هات كم مطلوب منكم مبارح واجب في عندنا كمان أسئلة هون موجودة ما أهمية معالجة المياه العادمة الأهمية موجودة بأول فقرة هون أحصل على الحصول على مياه ممكن الاستفادة منها لأغراض عدة مثل الزراعة هذا جواب السؤال الأول فسر ما يأتي يضاف الكلور في مراحل معالجة المياه العادمة طبعا لتعقيم حكينا احنا شرحناها هاي النقطة لتعقيم المياه والتخلص من الكائنات الحية الدقيقة اللي موجودة في المياه طيب يتم تكثير البكتيريا في إحدى مراحل معالجة المياه العادمة طبعا هون لأنها تقوم بتحليل المواد العضوية الثائبة هذا اللي احنا شرحنا اللي هي في المرحلة الثانية تخيل عدم موجود معالج لمياه الصرف الصحي في محطات تنقية في محطات تنقية فما الأضرار التي تتوقع حدوثها أكيد طبعا تراكم مياه الصرف الصحي الصرف الصحي وعدم معالجتها يؤدي إلى تلوث البيئة ليش هاي المي ممكن تروح وتختلط مع مصدر مياه نقية فبتلوثها ممكن إنها تروح لتربة بتلوث التربة فهيك إحنا لما نجمعها ونعمل لها تنقية في مياه الصرف الصحي منستفيد بشغلتين منمنع التلوث البيئة لأنها هي بضمن إنها هي ما تروح تلوث لي مصادر المياه اللي موجودة عندي لنظيفة اللي إحنا مستعملها ولا إنها تلوث لي التربة زائد إنه أنا بستفيد من مصدر المياه هات بستفيد منه بعد ما أعالجه هل يمكن استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لري المزروعات بأنواعها المختلفة؟ طبعا نعم المعالجة طبعا نعم بعد ما أعالجها ممكن لأنها لا تحتوي أو خالية من الملوثات فممكن أنا أستفيد منها لري المزروعات هذا بالنسبة لدرسنا الحصة الماضية أي حدا عنده أي سؤال يريدتي يبعث لي عنه رح نبدأ اليوم في معالجة المياه الرمادية كتير سهل هذا الدرس بدنا نحكي أول إشي شو هي المياه الرمادية هاي طبعا قبل ما ننسى هاي المياه الصرف الصحي بسموها المياه السوداء لشدة تلوثها في عندي المياه الرمادية كلمة رمادية بتوحيلي إنها أقل تلوثة شوي من المياه السوداء هي ملوثة هاي بس أقل تلوثة شوي من المياه السوداء نشوف شو كاتب لي هون عندما تستيقظ في الصباح فإنك تختسل تنظف أسنانك قد يتبادر إلى ذهنك السؤال الآتي هل يمكن إعادة استخدام هذه المياه مرة أخرى؟ هاي المياه الرمادية اللي هي مياه اللي ممكن إحنا نستخدمها في الاستعمالات المنزلية بس مش الميتة تبعة الحمام يعني مياه الاستحمام مياه الجلي مياه الغسيل مثلا مياه الوضوء بالمساجد مش مياه الحمامات مش مياه الصرف الصحي هاي هي المياه الرمادية طبعا هي تعتبر ملوثة بس تلوثها أقل شدة من المياه السوداء نشوف كيف بيعالجوها هاي المياه الرمادية في عندي صورة هون بتدلني كيف منعالجها أول إشي كاتب لي أو ببين لي بهدول الصور من وين إحنا منحصل عليها المياه الرمادية الاستحمام الجلي مثلا غسيل الملابس الوضوء بالمساجد هاي مصادر المياه الرمادية مياه الحمام نفسها مياه الحمام هاي بتروح لشبكات الصرف الصحي اللي هي المياه السوداء نسميها طبعا إحنا عشان نعالج المياه الرمادية لازم نحكي بإشي كتير مهم إذا بدي أستفيد من المياه الرمادية وأعالجها لازم يكون تصريف المياه الرمادية غير عن تصريف المياه السوداء يعني مية الحمام هون لما يجوا مثلا بدهم يبنوا بيت أو إشي بدهم يعملوا له شبكات الصرف الصحي المفروض أنا إذا بدي أستفيد من المياه الرمادية لازم أفصل مياه الاستحمام مياه الجلي مياه مثلا غسيل أفصلها يكون تصريفها لحاله أما مياه الحمام تكون تصريفها لحال فهيك أنا باستفيد من المياه الرمادية أما إذا بعمل التصريف كل ياته يرد يرجع لنفس التصريف يعني الاستحمام مع الجلي مع الغسيل مع الحمام كل ياته يكون إلو نفس التصريف هيك ما باستفيد كل ياتها بتصير مياه سوداء فأنا عشان أستفيد من المياه الرمادية لازم أعمل فصل مثلا مجاري المية اللي موجودة بالمطبخ غير عن الحمام الاستحمام غير إذا مثلا إحنا في مسجد بنا نستفيد من المياه الرمادية مياه المغسلة اللي بتوضوا عليها الناس أو بغسلوا عليها بعمل لها تصريف لحال هيك بتصير مياه رمادية ومياه الحمام اللي بستعملوها الناس جوه جوه الحمام هاي مياه سوداء بعمل لها تصريف لها لحال أما إذا خلطت المياه التصريفين مع بعض المياه الرمادية اختلطت مع المياه السوداء ما بستفيد هيك بتصير كلياتها سوداء بتصير بدها معالجة بالثلاث مراحل اللي إحنا حكناها بينما أنا إذا بجمع مياه رمادية شوفوا كيف بس طريقة تنقيتها كتير سهلة منمررها بوحدة معالجة المياه الرمادية كيف بمررها فيهم بيكون في عندي عدة أحواض هاي الأحواض شو بيكون فيها مملوقة بالفحم حصى ورمل طبعا الفحم والحصى والرمل هدول مش ملوثات المياه بالعكس هدول شو بيعملوا بيمتصوا كل الملوثات اللي موجودة بالمياه الرمادية زي مثلا الصوابين صابون تلجلي الاستحمام أي ملوثات موجودة بمية الاستحمام صابون الغسيل والملوثات اللي موجودة على الغسيل مين اللي بيمتصها؟ الفحم والحصى والرمل بيمتصوها وبطلع عندي مياه نظيفة ممكن أنا أستخدمها لمين للحديقة لري المزروعات أما إذا بأخذ مباشرة طبعا من المياه الرمادية بأخذ مباشرة وبرمي المزروعات بتموت لأنه كلها بتكون مواد كيميائية من المنظفات وهيك مواد كيميائية لازم أخلص منها أو أفصلها كيف أفصلها؟ أفصلها زي ما حكينا بالفحم والحصة والرمل لما أجي أعبي أحواضها تكون فيها حصة ورمل وفحم باجي بعبي المياه الرمادية فيها وبعدين برجع بأسحبها من الجهة الثانية لما أسحبها من الجهة الثانية بأسحبها مياه نظيفة ممكن أنا أستفيد منها في رأي المزروعات طيب هاد راح أترك لكم مياه أنا يكون واجب هدول الثلاث أسئلة عم بعطيكم مواجبات كتير خفيفة لأنه بعرف أنه عندكم امتحانات هلا راح نسطر هلا يمكن تعريف المياه الرمادية بأنها تلك المياه الناتجة عن الاستخدامات المنزلية مثل مياه الجلي غسيل استحمام نظافة المنازل الوضوء هاي كلياتها بسميها مياه رمادية تعالج المياه الرمادية بتمرير المياه في عدة أحواض أنا ما بحطها بحوض واحد بخلص من الحوض الأول بوديها على الحوض الثاني برضو الحوض الثاني بيكون فيه فحم وحصى ورمل الحوض الثالث فيه فحم وحصى ورمل بظلني أمررها بأحواض لحتى أحصل في النهاية على مياه نظيفة مملوئة بالفحم والحصى والرمل ثم تجمع المياه الناتجة وتضخل ري مزرعات الحديقة والأشجار وللاستفادة من المياه الرمادية زي ما حكت لكم شرحت لكم هون يجب أن تصمم التمديدات الصحية للمنزل تصريف المنازل بحيث أنه نعمل فصل بين المياه السوداء اللي هي ميت الحمام الناتجة عن المراحيض هاي نفصلها والمياه الرمادية الناتجة عن الاستخدامات المنزلية نفصلها لحال فمنحصل هون على مياه رمادية لحال مياه سوداء لحال مياه السوداء بيعالجوها بسي ما حكينا الحصة الماضية أما المياه الرمادية بيعالجوها بهاي الطريقة هاي طبعا طريقة كتير أسهل أي حدا بقدر يعملها عنده بالبيت هاي طريقة المياه الرمادية طيب هاد ما تحلو التقويم والتأمل طبعا هون في عندي صورة للأحواض اللي حكينا عنها هذا حوض مملوء بالفحم والحصة والرمل طبعا هذا مزارع ممكن يستفيد من المياه الرمادية بضخها جو الأحواض هاي برجع بسحبها من الجهة التانية بضخها بحوض هاي في عندي حوض تاني هون برميل تاني فبصير يوديها من حوض لحوض لحتى تنضف المياه هاي يقدر يستخدمها في ري المزروعات تبعده فكتير سهل إنها تنعمل هاي أما إذا اختلطت بالمياه السوداء خلص ما بستطيع أني أنا أعالجها في البيت لازم تروح لمحطات معالجة المياه هلأ بحصة الحصة القادمة هذا رح أحلو أنا معاكم انتوا ما تحلو هات حلوا بس الثلاث أسئلة اللي أعطيتكم إياهم هون وابعتولي إياهم في الوقت اللي رح أحددلكم إياه طبعا معكم للتمانية المساء صرتوا عارفين خلص هذا خليلي إياه أنا المرة الجاي براجعكم على السريع بالمياه الرمادية وبحل معاكم هذا السؤال أي حدا بحب يحلو كمان يحلو لي معه وقت اللي ما بده وما معه وقت أو عنده دراس كتير ما تحلو هات وهذا كل إشي اللي حابب يعمل يريد يبعط لي عشان أجمع لكم علامات الشهر التالت وشكرا ترجمة نانسي قنقر أอى أ факύة أmachen من إعنيل أول ترجمة نانسي قنقر أر بحما أهوة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة